اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة ثنتين وستة واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا بما ان القمر موجود في العقرب واستقر في العقرب فتأثيره رح يكون على جميع الابراج في هاي الفترة او في خلال اليوم ونص القادمات فرح نكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا بلشنا نعك من بدايتها الله يعينكوا علي معناته يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التامين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او امور الها علاقة بالعقرات زي شراء بيت او تأثيث بيت او تجديد بيت طبعا بالنسبة للزوايا اليوم عنا كم من الزوايا هائل جدا ولكن الغالب عليها هي رح يكون سلبي فاول زاوية رح تكون زاوية التقابل وحكينا ان الزوايا بتأثر على جميع الابراج بنفس التأثير اللي احنا بنحكيه عن تأثير الزوايا فعشان هيك الزوايا يناس بتقول لك بلها المقدمة المقدمة هاي اهم من التوقعات يعني اسمع الزوايا لحالها بتعرف توقعات الغالبة على كل الابراج الابراج هذا كتأثير قمر وتأثير الكواكب ولكن هاي تأثير الزوايا اللي هي الاهم من توقعات وهي جزء اهم جدا في التوقعات طبعا اول زاوية رح تكون زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 8.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 2.50 دقيقة عصرا بخلق لدينا شعور بالملل هذا الاتصال من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس وهي رح تكون في تمام الساعة 5.36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر وبين الافكار ممن ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة لاخر زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و10 دقائق مساء بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل طبعا القمر بما انه موجود بالعقرب معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 5-2 رح يبدأ فيه تمام الساعة 6 و15 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 2 و14 دقيقة عصرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 22 يوم في تمام الساعة 11 و10 دقائق مساء بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة 50% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 سعيدة بنسبة 50% اما بالنسبة للقمر في العقرب حتى يوم 5-2 فاليوم منتحسة بنسبة 60% من كم الزوايا السلبية اللي رح تتشكل اما بالنسبة لعطارد في الدلو فبيتراجع هو حتى يوم 21-2 منتحس بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 25-2 منتحسة بنسبة 15% اما بالنسبة للمريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% اما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% اما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم 25-6 فهو سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل رح يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء خلال هذا اليوم قبل اراء الاخرين بدون تحفظ اليوم بتنشغل بمعاملة او ملف وممكن تنشطوا ببعض الامور اللي الها علاقة بسفر او اتصال بعيد طبعا بالنسبة للقمر بما انه موجود في البيت الثامن فاليوم بتعرف مخاوف وهمية بما انه اليوم سلبي ففي نوع من انواع الخوف او الحس بالخوف من بعض المسائل عليك لانك تتجنب الانغلاق على نفسك والاجتماع باصدقاء جيدين وتسلية نفسك رح تهتم ببعض المسائل المالية او الاهتمام ببعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم ممكن تحل مسائل بشكل جيد وممكن انه يكون لك اهتمام يعني يكون ملفت للانتباه ممكن تحصل على هدية او نوع من انواع الدعم او تسعى في مساعي الها علاقة بقرض او دين او يعني نوع من انواع الحلول المريخ الموجود في البيت الثاني فهونا بيخلي فيه نوع من انواع النزاعات ممكن تكون على المستوى المالي او عصبية او صرف فلوس بشكل يعني يكون كبير ممكن يصير فيه خلاف او سوء تفاهم ما بينك وبين رفقائك بالعمل او مع رئيسك لأسباب مالية عليك تجنب التبذير قد ما بتقدر اما بالنسبة للشمس بما انها موجودة في بيتك 11 فهذا بيت له علاقة بالاصدقاء فممكن اليوم يصير لك نوع من انواع الاهتمام اما بمناسبة او دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن ممكن تغضب او يعني شوي يكون هيك نوع من انواع الخلاف ما بينك وبين احد اصدقائك تستاء من اجتماع معين او من تجربة اجتماعية فيه نقطة انه بما انه الشمس رح تكون سعيدة تتمكن من تحقيق مشروع او امني بمساعدة اشخاص دون وفود علاقاتك جيدة مع الاصدقاء وبتحقق لك نوع من انواع المكاسب ولكن ابتعد عن الخلافات او الانتقادات بالنسبة لعطارد برضو موجود وبتراجع في بيتك 11 وهذا هو اللي بسو التوتر او الاستياء من تصرفات الاصدقاء يعني واحد بعطيك ايجابية واحد بعطيك سلبية فانت بتناقض عالي جدا فممكن اليوم انت تهتم باشخاص ولكن برضو تزعل على اشخاص لا تحاول انك تنم وتستغيب او انك تحاول تطعن صديقك بالظهر لانه ممكن هذا الكلام يتسجل وينتقل للخصم فانت بتنحط في موقف محرج بالنسبة للزهرة برضو هنا بتدعمك وبتخلي نوع يعني برضو نفس الشيء لانها في بيتك 11 فبتعطي تحذير على شيء له علاقة بالاصدقاء وممكن انه بعض الاصدقاء يستغلوا طيبتك او كرمك ويحاولوا انهم يستغلوك او يخدعوك في بعض النقاط بالنسبة لنبتن طبعا نبتن موجود في بيت المتاعب بشكل ثلاث زوايا يعني زاوية تثليث زاويتين تزديس فهو ايجابي فعشان هيك بيت المتاعب عندك جيد يعني بمعنى اخر عندك قدرة للحفاظ على صحتك ممكن انه تاخذ بعض العلاجات او تشعر ببعض الوهن او التعب ولكن الاجواء ايجابية بالنسبة لالك ودعم لالك بشكل قوي برج الثور بتحمل هاي الفترة نوع من انواع التوتر ليش؟ بانه اول اشي القمر مقابلك تماما فبسحب من طاقتك صحيح هو بعزز نقاط قوة لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وعلاقتك مع الزوج او بترسم امور لها علاقة بالمستقبل او مصالحات ولكن برضو ممكن يصير شيء يزعجك التوتر لانه هاي بتعتبر من اكثر ايام الشهر فيها نوع من انواع التوتر لانه القمر لما بيكون مقابل او بيت المتاعب او السادس او الثامن دائما فيه نوع من انواع الخصام او المعاندة او المعاداة او انه الزعل او الغضب او المواجهة دير بالك خصمك دائما في هاي الفترة بيكون اقوى منك فعشان هيك ما تدخل باي نقاشات او حوارات او خلافات على اساس انها ما تتسجل عليك وانت الاضعف بالفترة هاي اتجنب الخلافات كليا حتى لو عصبت امسك عصابك طباعك ليه مش هادئة بالفترة هاي يعني بتطلب منك نوع من انواع الحكمة ممكن تجد صعوبة في التواصل مع شركائك او مع زوجتك تحديدا او مع زوجك بتميل للعزلة وحدم الاكتراث في بعض النقاط بتشعر في بعض الفراغ او بتشعر في نوع من انواع الاحباط عشان هيك ما نقول لك دير بالك المريخ بما انه موجود برضو عندك في بيتك الاول بتكون سيء المزاج ونافذ الصبر يعني عصبي وفي نفس اللحظة ردة فعلك مش محسوبة ممكن تكون متلهف او متسرع بمعنى اخر وهذا الاشي ممكن يسبب لك نوع من انواع النزاعات مع محيطك عليك تجنب تكثير الامور او زيادة الامور او الافراط الافراط بالزعل الافراط بالغضب الافراط بالمواجهة الافراط بالكلام اي اشي له علاقة بالافراط حتى الافراط بالطعام بالنسبة للشمس بما انها موجودة في البيت العاشر هو بيت السمعة شوف القربطة اللي راح تصير معك خلال هذا اليوم الشمس سعيدة موجودة في بيتك العاشر وعطارد في بيتك العاشر منتحس والزهرة في بيتك العاشر منتحسي الثلاثة هدولة بدهني نقضن بعض الشمس ممكن تعمل لك تحقيق نجاح اجتماعي بفضل مساندة اشخاص دون وفود او علاقات او معارف او من رئيسك ومن زميلك بالعمل ممكن تحصل على ترقي او على منصب او على سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الاخرين عطارد بيخليك يتميل لاهمال مشاريعك وهذا الاشي بيعرض سمعتك الاجتماعية لشبها عليك التحلي بالصبر الزهرة بتكون اناني في علاقاتك وهذا الاشي ممكن يعرضك لخيبات امل وممكن تتضرر او يتضرر نفوذك وسلطتك وممكن تتعرض لانتقادات من محيطك شوفها الخلطة كيف طلعت عشان هيك منقولك دير بالك ما تشوه سمعتك التزم بالتنبيهات هاي عشان تطلع من هذا اليوم بسلام بالنسبة طبعا للقمر وهو الاهم يعني دير بالك ان الخلافات تكون مع شريكك او مع زوجتك او حتى بامور قضائية زي ما ذكرنا برج الجوزة بترتاح لسير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافتها اهم اشي انك تراعي ظروفك الصحية بتعيد ترتيب الاوضاع وبتتحسن احوالك القمر موجود في بيتك السادس عشان هيك ممكن تجد بعض الصعوبة في العمل وتشعر بالضيق وتحس بان الحظ تخلى عنك تماما راقب وضعك الصحي اهم شيء من بعض التقلبات الصحية وحاول انك ما تحمل اكثر من عمل في ايد وحدة او تلتزم باكثر من عمل وممكن انك تشتغل عمل او وقت اضافي وما تقدر تنجز كل اعمالك المريخ بيزيد من عنفك وفضادتك في التعامل مع الاخرين وبما انه موجود في بيت المتاعب عندك فشوي بيخليك متسرع بدك تراعي جسمك من بعض الاصابات او الاضطرابات او التقلبات الصحية اللي بتيجي عادة بشكل التهاب او بتيجي بشكل عصبية عشان هيك بدك تدير بالك من الامرين وردات فعلك السلبية وبرضه ما تدخل اماكن مجهولة وما تحاول تغامر وتجازف بالفترة هاي بالنسبة للشمس الشمس موجود في بيتك التاسع بيت قوي جدا بيزيد من ذكائك وبيزيد من طموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل ماشي وهاي فترة مناسبة للسفر او اخذ عطله ولكن عطارد والزهرة بعطله اللي احنا حكناه بناقضه عطارد بتراجع فعشان هيك بدك تدير بالك من الوعود فقل لما يتم الوفاء بهذه الوعود بالفترة هاي يعني اي شخص بوعدك ما رح يوفيه انت ما توعد لانه ممكن الظروف تعكسك وما تقدر توفيه يستحسن انك تحذر اثناء السفر وتحاول انك يعني تأجل من وقت لاخر او تأجله او تنتبه اثناء القيادة او اثناء السفر او قيادتك على الطرق المفتوحة الزهرة وهنا برضو منتحسة ممكن تدخل لمغامرة عاطفية بتلحقك منها اضرار خصوصا مع شخص غريب او ممكن تعرف صعوبة بتحول دون تحقيق مشاريعك عشان هيك الخربطة هاي كلها بدك تكون حذر منها ممكن تفتح برضو خلافات على مستوى اشخاص مقيمين خارج البلاد او حتى اللي عنده امتحان او عنده دراسة او عنده جامعة انه يكون الامتحان صعب فما تعتمدوا على الحضوذ برج السرطان فرصة مناسبة لتحقيق انجاز اهم اش انك تضع مخاوفك جانبا وحاول انك ما تتهرب من التزاماتك خلال هذا اليوم الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر هذه الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها حظا هذا بيت الحب بيت العاطفة بيت الابناء بيت كل شيء ايجابي بالنسبة للك القمر المشكلة في وجوده انه منتحس فهاي الاشياء بدك تحذر من سوء تفاهم فرض السلطة على الابناء القلق على الابناء الوهم هاي الاشياء بينتابك شعور بعدم الرضا وبتشعر بانه الاخرين ما بيفهموك فلاكيا هي هيك فما دول الحبيب هو اللي خذلني الحبيب هو مش مهتم فيه لا خذ الجانب انه انت عندك السلبية فهاي النقطة على اساس انك ما تثير المشاكل وانت الغلطان بالنسبة للشمس موجودة في البيت الثامن تعطي اشي العلاقة بزيادة بالارباح عن طريق شراكة او عن طريق زواج او تركة ممكن يزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية ممكن تحصل على اموال عن طريق بنك عن طريق قرض معين ولكن ممكن يصير فيه التعطيل عليك من عطارد والزهرة اللي موجودات في نفس البيت وبشكل زوايا سلبية ومنتحسات فعشان العطارد بيخليك بزيد طيشك وعصبيتك وممكن يخليك تسمع خبر سيء او تقلق على احد الاحبة اتجنب التنقلات وتجنب الاشياء اللي فيها مضرة لالك يعني بدك تكون يقض وبدك تكون واعي الزهرة بتخليك تبالغ في الملذات الحسية وهذا الاشي ممكن يعرضك لو شاي او غيرت خصومك في الفترة هاي بكونوا غيرانين منك وهذا الاشي رح يسبب لك نوع من انواع الخلافات المريخ موجود في البيتك 11 اتجنبوا الدخول في جدال مع الاصدقاء او حوارات حتى لو اساءوا سامحهم الفترة هاي ما لش يعني اصرف لهم كرت مسامحة على اساس انه انت الوضع عندك صعب فما في داعي انك تتهول الامور وتكبرها برج الاسد لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بينها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسألة عائلية او شخصية وممكن تبدو قلق وتتذمر لاقل الاشارة وضع البيت عندك شوي مضطرب شوي بدو تركيز في قلق معين في جو عائلي معين شوي مسبب لك هيك نوع من انواع الارباك ممكن الجو العائلي يكون مشحون او في خلاف او في اشي مزعجك الجو في هاي الفترات عادة بيكون لا يطاق من كثرة الضغوط اللي بتكون موجودة طبعا المريخ بيزيد من عدوانيتك لانه منتحس وبيزيد من اندفاعك اكثر الشمس موجود في البيت السابع فهنا بترغب بالقيام بدور اجتماعي مهم ممكن يكون لقاء او حوار او مصالحة او حتى تواصل جيد ما بينك وبين الزوج او الزوجة هاي بتخليك تحقق نوع من انواع الاستقرار يعني في تواصل جيد رح يكون بينك وبين الشركاء او الزوجة وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية او علاقاتك مع الشركاء ولكن بدك تنتبه من عطارد والزهرة اللي بيسوه زوايا سلبية وموجودين في البيت السابع عندك فعشان هيك ممكن يكون فيه سوء استياء او خلافات او زعل او ما يعجبك كلمة تتحسس منها فخلي الضغط هذا خصوصا من تصرفات الزوج او الزوجة خليه على الجانب بدون ما تحتد بتحب الفترة هاي انت المديح اكثر والاطراء اكثر والاهتمام اكثر احاول انك تكون مخلص في عواطفك احاول انك ما تتجرد من العواطف وتكون هجومي او يعني فاهم اعتقد انا شو اللي قاعد بحكيه برج العذراء اليوم عندك نشاط عالي جدا عندك اتصالات حوارات عندك ترقلات عندك اكثر من شغلي موجودة وانت مركز عليها بشكل كبير عندك اهتمامات كثيرة عندك سرعة بديهة قدرة على الاقناع عالي جدا ولكن متسرع عبر عن رأيك وفاوض بجراءة ولكن بدون ما تتهور دير بالك من الانتقاد اللاذع ودير بالك من التهور اثناء الحديث اليوم بتتميز انت بسرعة بديهة عالي جدا وسرعة خاضر والقدرة على ايجاد الحلول ولكن القمر وسلبيته بيخليك تعرف نوع من انواع التوتر في علاقاتك وخصوصا مع محيطة وبتكون متقلب وما بيرضيك اي اشي ممكن ترغب في التهرب من الواقع وحتى من العمل من بعض المسائل الدراسة والتركيز ممكن يكونوا صعبين عليك فعشان هيك حاول قدر الامكان انك تركز وما تهمل اي اشي ممكن يكون بين ايديك يعني ما تتهرب المريخ موجود في البيت التاسع الجنب التعامل مع الغرباء بالفترة هاي بحدية واضطراب اذا عندك امتحان او عندك مقابلة بدك تركز بشكل جيد اذا كان عندك قضية قضائية لازم تستكمل وتستوفي كل الاوراق اذا كان عندك سفر او تنقلات بدك تحذر على الشوارع المفتوحة وتتفقد اوراقك واغراضك خوفا من النسيان او خوفا من اي شيء ممكن يلغي حتى لو تذكرت سفر ممكن تلتغي بالنسبة للشمس طبعا في البيت السادس واعتارد في البيت السادس بتراجع والزهرة في البيت السادس الشمس سعيدة بتزيد من حبك للعمل وبتبدل الجهد تكافأ عليه تحتاج لتجديد طاقتك وفي فترة مناسبة لاجراء تغيير على المستوى المهني او البداية بمشروع جديد او حتى للتواصل ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة للعطارد لانه بيتراجع في نفس البيت فهاي بتعمل نوع من انواع التوتر في علاقاتك والصعوبة بالتواصل ما بينك وبين رفقائك بالعمل احذر الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه وخصوصا في عملك اما بالنسبة للزهرة بما انها برضو منتحسة رغم تظاهرك بالمحبة فمودتك بنقصها الحرارة هاي معروفة في صدمة معينة في بعد منك في خدلان منك في اشياء انت الغلطان فيها ما تحمل اخطائك بالمحبة او النقص على الطرف الثاني انت اللي مقصر خلال هذا اليوم برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس اليوم بتختفي الهموم وبتطمئنها واجزك وظف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة او حتى من عمل اضافي في منكو رح يحصل على بعض الهدايا او تكريم ولكن ديروا بالكو من الاصراف يعني ببذخ ركزوا شوي على جيبتكم القمر لانه منتحس فبخليك تعرف نوع من انواع الصعوبات في ميدان العمل ممكن ترتكب بعض الاخطاء نتيجة التهور او نتيجة النفقات اللي لا طائل منها المريخ الموجود في البيت الثامن مقابل البيت الثاني برضو علاقة بالمال فعشانك بتميل القيام بالمجازفات وهذا ممكن يعرضك لمشاكل في عملك ممكن مخاسر ممكن مراهنات او مغامرات مالية او تعول على مبلغ من المال او تعطي وعود لانك انت رح تسد بعض الاموال ولكن ما تزبط معك عشان هيك اعمل على الاشي الموجود بين ايديك حاول انك ما تغامر وما تجازف بالفترة هاي اما بالنسبة لا الامور اللي الها علاقة بالعائلة والعلاقات الاجتماعية والزوجية فعنا خربطة هون ليش لانه الشمس موجود في بيتك الخامس وعطارد بيت راجع في بيتك الخامس منتحس الزهرة في بيتك الخامس ومنتحسة الشمس سعيدة طيب هون شو بدي يصير عنا معناة الشمس هون بتمنحك تقدير الجنس الاخر ممكن تحقق النجاح في بعض مشاريعك الحظ يدعمك في بعض النقاط او يجيك ارباح عن طريق المعاملات العقارية وهاي فترة مناسبة برضا للتسلية والترويح عن النفس والتواصل ما بينك وبين الابناء او الاحباب او حتى النزوات ماشي هاي هذا ايجابي طيب نشوف السلبيات عطارد ممتحس بتراجع بيخليك تصير متردد ومتقلب في مزاجك وممكن تسمع خبر غير سار في هاي الفترة من شخص قريب اليك ممكن تنزعج من تصرف او تمرد احد الابناء عليك او تمرد الحبيب عليك الزهرة في بيتك الخامس منتحسة عواطفك وجاذبيتك مفرطة بتفعل اي اشي لاجل المتعة فعشان هيك هون الخطأ يعني سهل انك تغلط وسهل انك انت تجازف بسمعتك حاول انك ما تجازف بسمعتك وما تغامر وما تتهور بالفترة هاي واذا عندك عمليات تجميل بنصحك في هذا اليوم ما تعملهاش برج العقرب تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة بتتلقى اشارة او خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات عندك ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير اليوم هذا يوم مميز بالنسبة للك القمر صار موجود عندك القى بضوءه بالكامل فعشان هيك اليوم رح يكون فيه مميزات نفسيتك احسن وعندك قدرة على انجاز كثير من الامور الا لو لا وجود القمر الي موجود في بيتك الانبول بيخليك تضخم الامور وبتعطي المسائل الصغيرة حجم اكبر مما بتستحق وفقدانك للثقة بالنفس بيجعلك مزاجي ومتقلب ما تقول لي ما عندي اه لا انا عندي ثقة بالنفس عالية ماشي عندك ثقة بالنفس اليوم رح تنهزة الثقة بالنفس عشان هيك حاول قدر الامكان انك تكون عقلاني مش مزاجي حاول انك تكون عقلاني مش عاطفي بالفترة هاي عشان انت تضبط انه ما يكون فيه عندك اخطاء طبعا الشمس موجود في بيتك الرابع وعطارد في بيتك الرابع والزهرة في بيتك الرابع الشمس سعيدة وعطارد منتحس والزهرة منتحسة معناتو في عندي خربطة على مستوى البيت على مستوى العائلة الشمس بتعطيك سعادة على المستوى العائلة وعلاقاتك العائلية بتخليها جيدة ممكن انت اليوم حتى انك تنجز انجازات او تشتري شيء لعلاقة بالبيت او ترتيب أو شيء له علاقة بالعقارات ممكن تحقق نجاح شخصي هاي سعادة الشمس طيب عطارة الممتحس بخلي نوع من أنواع سوء التفاهم العائلي وممكن تتعرض للإرهاق العصبي الزهرة تلعب بالعواطف هون بتكون متقلب متقلب الأطوار وغير مستقر وما بتحسن اختيار شركائك بالفترة هاي وممكن تتجازف وتغامر حتى وتتهور في بعض المسائل اللي إلها علاقة في البيت طيب المريخ اللي موجود في البيت السابع هون بيخليك تعمل نزاعات على مستوى منزلك شقاقات مع شركائك فعشان هيك يدير بالك من الخلافات خلال هذا النهار وخصوصا مع أقرب الناس إليك الضغط عليك داخل البيت برج القوس طبعا القمر موجود في بيت المتاعب وهذا يوم مش مناسب إلك يعني أنت حاول أنك تبعد عن المغامرات والرهانات على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع بالصحة بده يوم وبعدين بختفي بعدين بصير لصالحة فيه كثير من الأشياء ممكن تتعطل اليوم ممكن معود ما تتحقق اليوم نحوسة القمر بتخليك تضخم الصعوبات وتكبرها وتهولها وخوف وهم وسواس وواوا إلى ما للنهاية حاول أنك تكون أكثر واقعية وأنك تستعيد ثقتك وحبك للحياة ما تدخل بالاكتئاب ما تحاول تضغط نفسك زيادة عن اللزوم المريخ منتحس وهو موجود في بيتك السادس وهذا الإشي ممكن يعرضك لبعض الالتهابات أو الجروح أو الحروق في ميدان العمل ممكن يسبب لك ألام في أسفل الظهر ممكن يعطل عليك بعض المشاكل أو يجيب لك بعض المشاكل في مكان عملك أو خلاف ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أو يخليك ما تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل الشمس موجود في بيتك الثالث سعيدة ناشي شوف الخرطة اللي أنت دايخ منها الشمس موجود في البيت الثالث وسعيدة بيلعب محيطك العائلي لعب هام خصوصا أحد الإخوة أو أحد الجيران ممكن يساعدك في بعض الأمور ممكن تتحسن وضعيتك بنوع من أنواع الدعم من قريب لإلك ممكن تحصل على أرباح عن طريق أسفر أو تأليف أو حتى السيارات التليفونات المراسلات ذكاءك التجارة بتحصل عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وبتزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري بشكل عالي جدا وممكن تحظى بشعبية وتقدير الآخرين من الشمس ولكن عطارد اللي بيتراجع وبرضو في البيت الثالث بيخليك تسمع خبر سيء وبجعلك متردد ومتحير وبيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء الأسرار بدك تكون حذر في كلامك وفي مراسلاتك أما بالنسبة للزهرة اللي برضو منتحسة وموجودة في البيت الثالث نفسه بتقلبك وبتبدلك وبتبدل عواطفك وبتخليك مزاجي وبتجعلك بتتلاعب بقلوب اللي بيحبوك فهاي النقاط كلها سلبية فبدك تحذر انتبه للي أنا حذرتك منه برج الجدي هاي فترة يعني نقدر نحكي إنها يعني الهدوء اللي بيسبق العاصفي لأنه كما بكرة القمر رح ينتقل لبيت متاعبك فعشان هيك هاي فترة مميزة للتحالفات وللتعاون وللمشاركة الفعلية اقتنس لإعلان رأيك والحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة ما تتغيب عن عملك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأي شيء ممكن يشوه سمعتك اليوم ممكن تلاقي دعم معين من بعض الأشخاص أو من بعض المسؤولين أو زملائك بالعمل وممكن يعني يصير فيه تكريم أو مديح لايلك الشمس موجودة في البيت الثاني وسعيدة بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو وضعية جيدة بمساعدة أشخاص دون وفود وهذا يعني برضو بتخليك شوية هيك تروح باتجاه التبذير ممكن تحصل على مكاسب من عمل إضافي وبرضو ممكن تحصل على هدي عطارد اللي موجودة في البيت الثاني ومنتحسة يعني في نفس البيت اللي فيه الشمس فهاي بتخلي علاقاتك متوترة مع رفقائك بالعمل وممكن ترتكب أخطاء في أراءك وأحكامك اتجنب توقيع الوثائق المهمة بدون يعني لازم تراجعها إذا ما راجعتها ممكن يكون فيها أخطاء طيب الزهرة الموجودة في البيت الثاني رغباتك الشرهة بتدفعك لطرق مشبوهة ممكن رغباتك في المال رغباتك بالتحصيل على مكاسب أو أرباح رغباتك بأي شيء مالي فالطرق المشبوهة كثيرة أما بالنسبة طبعا لها القمر خيبات الأمل بسبب الأصدقاء ممكن تتعرض لها لأنه القمر منتحس والمريخ الموجود في البيت الخامس بيت العواطف يعني بما أنه مريخ وعنف والبيت الخامس فبيغلب على سلوكك العنف اليوم وبسوء تعاملك ولاياقتك في علاقاتك العاطفية لأنه بتكون جاف ولاذع وبرضو مهاجم فدير بالك لا تخسر أحباك لا تخسر أبنائك لا تخسر والديك بسبب هذا العنف الي انت عايش فيه وجدالاتك الحدي حاول تمسك عصابك برج الدلو حافظ على هدوءك وما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك لا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك طبعا القمر موجود في مكان يعني بنقدر نحكي البيت العاشر فعشان هيك بيجيب مشاكل على المستوى المهني بسبب ارتكاب الأخطاء المريخ وهنا برضو منتحس تعرف خلافات عائلية ولدرجة انه بتحس حالك انه بدك تهرب من البيت أو بدك تتهرب من مسؤولياتك البيتية ممكن يجيب لك أعطال ممكن يجيب لك نزاعات ممكن يجيب سوء تفاهم ممكن يجيب تصليحات ممكن يقلق على صحة أحد الأحبة عشان هيك بدك تكون حذر وجاهز لهاي الأمور طيب الشمس موجود في البيت الأول عندك ولكن لسه ما ألقت بكل نورها على كل مواليد الدلو فعشان هيك اليوم الشمس بتعطي انها بتزيد حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي تمنحك شخصية متألقة ومؤم متفائلة وعفوية طموحة وطبيعتك عفيفة ولكن مشكلتك متسلط وبتزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين بتمتحنك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط تمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقتك بالمحيط يعني إيجابية ماشي إلا هي متسلط طيب عطارد اللي موجود في البيت الأول ومنتحس شو بده يعطينا طيب هو نفس البيت اللي موجود فيه الشمس ممكن يكون فيه بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك بدك تدير بالك أثناء تنقلاتك لأنه ما فيه تركيز ممكن تسمع اليوم أخبار متناقضة طيب الزهرة برضو منتحسة وفي البيت الأول طيب هاي بتخليك طائش ورغباتك شريهة وممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك يعني ولا أسهل منها تنهي علاقة حتى لو إلها سنوات اضبط عصابك قدر الإمكان وحاول ما تتخذ قرارات إنك تندم عليها بالأيام الجاية الضغط الكواكب مش سهل بالفترة هاي وبرضو التنبيهات اللي نبهنا من الزوايا حاول إنها تحطها بعين الاعتبار برج الحوت بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما إنه ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر بتكون فترة دينماكية جدا فيها حركة فيها نشاط وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة أو خبر جديد أو حدث جديد بما إنه القمر موجود في بيتك التاسع فخيالك الجامح بخلق لديك مخاوف غير واقعية حاول ما تتخوف وما تتوسوس وما تقلق ممكن تنشط ببعض المراسلات أو الاتصالات أو استقبال أشخاص من خارج البلاد أو جايين من مكان بعيد ممكن أنت تجري اتصالات خارجية اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة ما يعتمد على الحظ نهائياً بالفترة هاي المريخ موجود في البيت الثالث هو نشو بتزيد عدوانيتك وهذا الإشي بسبب لك خلافات وسوء تفاهم عليك تجنب التنقلات أو إذا بدك تتنقل ومضطر حاول أنك تركز وتنتبه من بعض الأعطال أو من بعض العصبية لسانك صليط ممكن تخرج منك أي كلمة تنفهم بشكل خطأ سرعة البديهة عالية جداً ولكن مرضو بين دفاع فانتبه من ردات الفعل والغضب والعصبية بالفترة هاي طيب يجينا الآن لها ثلاث كواكب أساسية موجودة عندك كلها في بيت متعبك الشمس موجودة في بيت المتعب ماشي وسعيدة طيب هي وجودها أساساً في بيت المتعب بيسحب من طاقتك بيخليك يعني مرهق تعبان مريض فما بالك هو موجودة سعيدة طيب بيزيد ميلك للأمور الروحانيات وروح التضحية والإثار لديك والتواصل مع الناس وحبك للناس وممكن أنك تزور مريض أو تشفق على مريض وممكن تستغل كمان يعني ممكن يستغلوك على طيبتك في خلال هذا اليوم عطارد في بيتك الثاني عشر برضو منتحسي بتتعرض لكلام بسيء لك وممكن إفشاء بعض الأسرار لا إلك بنصحك ما تهتم لكل هذا الإشي إذا صار يعني لو سمعت الكلمة في ذانك تطنشها يوم ونص وبعدين بتصير القوة لا إلك ولكن حاول أنك قدر الإمكان تمسك حالك من أي انفعال أو ردة فعل سلبية عشان أنت ما تدمر شيء ممكن أنت بتستنى فيه من فترة أو تكون فرحة أو تكون مناسبة ولكن على كلمة ممكن تخرب كل إشيء عشان هيك لو سمعت في ذانك تطنشها أجلها بيجي وقتها بالنسبة للزهرة برضو موجودة في بيت متعبة وبرضو منتحسة وهاي ممكن تتعرض لمشاكل بسبب الغيرة أو فضيحة أو فسخ علاقة فعشان هيك مقول لك لو سمعت في ذانك تطنشها خلي جلبك كبير تتعامل بعقلانية لا تتعامل بعواطف الفترة هاي ما في داعي للعواطف نهائيا هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله وأعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء